اشتركوا في القناة وانتشر إلى أكثر من سبعون دولة أخرى هو نتاج التطور الطبيعي اليوم في مجالة طب الطبيعة لم يجد تحليل بيانات تسلسل الجينوم العامي من سارسكوف 2 والفيروسات ذات الصلة أي دليل على أن الفيروس تم صنعه في المختبر أو تم هندسته بطريقة أخرى قال كريستيان أندرسن دكتوره أستاذ مشارك في علم المناعة وعلم الأحياء الدقيقة في أبحاث سكريبس بالإضافة إلى أندرسن فإن المؤلفين للورقة الحثي الأصل القريب لمسارسكوف 2 من بينهم روبرد إفجاري من جامعة تولين إدوارد هولمز من جامعة سيدني أندرو رامبوت من جامعة إدنبرا دابليو إيان لبكين من جامعة كولومبيا فيروسات كورونا هي عائلة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تسبب أمراضا تتراوح شدتها على نطاق واسع ظهر أول مرض خطير معروف ناجم عن فيروس كورونا مع وباء المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة السارس في الصين عام 2003 بدأت الفاشية الثانية للمرض الحادي في عام 2012 في المملكة العربية السعودية مع متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في الحادي والثلاثين من كانون الأول ديسمبر من العام الماضي نبهت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية إلى اندلاع سلالة جديدة من فيروس كورونا تسبب مرضا شديدا والتي سميت فيما بعد باسم سارس كوفي 2 أعتبارا من العشرين من فبراير 2020 تم توفيق ما يقرب من 107500 حالة كوفيد-19 على الرغم من أنه من المحتمل أن العديد من الحالة الخفيفة لم يتم تشخيصها وقتل الفيروس أكثر من 6600 شخص بعد وقت قصير من بدء الوباء قام العلماء الصينيون بتسلسل جينوم سارس كوفي 2 وجعلوا البيانات متاحة للباحثين في جميع أنحاء العالم أظهرت بيانات التسلسل الجينومي ناتجة أن السلطات الصينية اكتشفت الوباء بسرعة وأن عدد حالة كوفيد-19 يتزايد بسبب انتقال العدوى من إنسان إلى آخر بعد إدخال واحد إلى البشر استخدم أندرسون والمتعاونون في العديد من المؤسسات البحثية الأخرى بيانات التسلسل هذه لاستكشاف أصول وتطور سارس كوفي 2 من خلال التركيز على العديد من ميزات الفيروس قام العلماء بتحليل النموذج الجيني لبروتينات سكاير والتجهيزات الموجودة على السطح الخارجي للفيروس الذي يستخدمه لانتزاع واختراق الجدران الخارجية للخلايا البشرية والحيوانية وبشكل أكثر تحديداً ركزوا على ميزتين مهمتين لبروتين السنبلة مجال ربط المستقبلات وهو نوع من الخطاف المتشابك الذي يمسك بالخلايا المضيفة وموقع الانقسام وهو عبارة عن فتاحة جزئية تسمح للفيروس بالتشقق وأدخل الخلايا المضيفة دليل على التطور الطبيعي وجد العلماء أن جزء RBD من بروتينات الساريسكوف 2 السنبلة قد تطور لاستهداف ميزة جزئية على السطح الخارجي للخلايا البشرية تسمى AC2 وهو مستقبل يشارك في تنظيم ضغط الدم كان بروتين سبايت ساريسكوف 2 فعالا جيدا في ربط الخلايا البشرية في الواقع استنتج العلماء أنه كان نتيجة الانتقاء الطبيعي وليس نتاج الهندسة الوراثية تم دعم هذا الدليل على التطور الطبيعي ببيانات حول العمود الفقري لامسارسكوف 2 هيكله الجزئي العام إذا كان شخص ما يسعى إلى هندسة فيروس كورونا جديد كممرض لكانوا قد صنعوه من العمود الفقري لفيروس معروف أنه يسبب المرض لكن العلماء وجدوا أن العمود الفقرية لامسارسكوف 2 يختلف اختلافا كبيرا عن تلك الموجودة في فيروسات كورونا المعروفة بالفعل ويشبه في الغالب الفيروسات ذات الصلة الموجودة في الخفافيش والبانجولين قال أندرسن هتان السمتان للفيروس أطفرات في جزء RBD من بروتين السنبولة والعمود الفقري المتميز يستبعدان التلاعب المختبرية كأصل محتمل لامسارسكوف 2 قال جوزي غولدينغ الحائز على درجة الدكتورة رئيس قسم الأوبئة في مؤسسة ولكوم تيريست البريطانية إن النتائج التي توصل إليها أندرسن وزملائه مهمة للغاية لتقديم وجهة نظر قائمة على الأدلة للشائعات التي تم تداولها حول أصول الفيروس سارسكوف سالب 2 تسبب في كوفيد 19 ويضيف غولدينغ لقد استنتج أن الفيروس هو نتاج تطور طبيعي إمهينا أي تكهنات حول الهندسة الوراثية المتعمدة الأصول المحتملة للفيروس ابناء على تحليل التسلسل الجينومي خلص أندرسن ومعاونه إلى أن الأصول الأكثر ترجيحا لم سارسكوف 2 اتبعت أحد السيناريوهين المحتملين في أحد السيناريوهات تطور الفيروس إلى حالته المرضية الحالية من خلال الانتقاء الطبيعي في مضيف غير بشر ثم قفز إلى البشر هذه هي الطريقة التي ظهرت بها حالة تتفشي فيروس كورونا السابقة حيث أصيب البشر بالفيروس بعد التعرض المباشر لحيوانات الزباد سارس والجمال ميرس اقترح الباحثون أن الخفافيش هي الخزان الأكثر ترجيحا لم سارسكوف 2 لأنها تشبه إلى حد بعيد فيروس كورونا الخفافيش لا توجد حالات موثقة لانتقال الخفافيش البشري المباشر ومع ذلك مما يشير إلى أنظيفا وسيطا من المحتمل أن يكون تورطا بين الخفافيش والبشر في هذا السيناريو فإن كل من السمات المميزة لبروتين السارس كوف 2 الشائكي جزء RBD الذي يرتبط بالخلايا وموقع الانقسام الذي يفتح الفيروس قد تطورت إلى حالتها الحالية قبل دخول البشر في هذه الحالة من المحتمل أن يكون الوباء الحالية قد ظهر بسرعة بمجرد إصابة البشر لأن الفيروس قد طور بالفعل الميزات التي تجعله ممرضا قادرا على الانتشار بين الناس في السيناريو المقترح لآخر قفزت نسخة غير مسببة للأمراض من الفيروس من مضيف حيواني إلى البشر ثم تطورت إلى حالتها المرضية الحالية بين البشر على سبيل المثال بعض فيروسات كورونا من البنبول وهي ثديات شبيهة بالمدرع الموجودة في آسيا وأفريقيا لها بنية RBD تشبه إلى حد بعيد بنية سارس كوف 2 من المحتمل أن يكون فيروس كورونا من حيوان آكل النمل الحرشفي قد انتقل إلى الإنسان إما مباشرة أو من خلال مضيف وسيط مثل الزباد أو القوارض ثم يمكن أن تكون السمة المميزة الأخرى لبروتين السارس المميز لام سارس كوف 2 موقع الإنقسام قد تطورت داخل مضيف بشرين ربما عن طريق دوران محدود غير مكتشف في السكان قبل بداية الوباء وجد الباحثون أن موقع إنقسام سارس كوف 2 يبدو شبها لمواقع إنقسام سلالة أنفلونز الطيور التي ثبت أنها تنتقل بسهولة بين الناس كان من الممكن أن يكون سارس كوف 2 قد طور موقع إنقسام خبيث في الخلايا البشرية وسرعان ما أطلق الوباء الحالية حيث من المحتمل أن يكون الفيروس التاجي أكثر قدرة على الانتشار بين الناس حذر المؤلف المشارك في الدراسة أندريو رامبوت من أنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل معرفة أي من السيناريوهات الأكثر احتمالا في هذه المرحلة إذا دخل فيروس سارس كوف 2 البشر في شكله الحالي الممرض من مصدر حيواني فإنه يزيد من احتمالية تفشي المرض في المستقبل حيث يمكن أن تستمر سلالة الفيروس المسببة للمرض في الانتشار بين الحيوانات وقد تقفز مرة أخرى إلى البشر تقل احتمالات دخول فيروس كورونا غير الممرض إلى البشر ثم تطور خصائص مشابهة لم سارس كوف 2 تم تمويل البحث من قبل المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة وهو تشاري تابل ترستس وويلكم ترست ومجلس البحوث الأوروبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر